مشكلة البطالة يمكن كلنا عارفين أن مصر مرت بأحداث معينة وظروف صعبة جداً في 2011 و2012 ارتفع معاها رقم البطالة لأن كان فيه مسببات لده كان فيه مصانع كتيرة في 2011 و2012 تم إغلاقها ده إدى تأثير سلبي على رقم البطالة وارتفع اتفاع يمكن قارب إلى 14% كان 13 وكسور طبعاً دي كانت مشكلة بتواجه الدولة ومع بداية 2014 تم وضع آلية عشان ننظر فيه القضاء على البطالة ويمكن كان خطة التنمية المستدامة بتمثل انخفاض سنوي لا يقل عن 1.5% في أرقام البطالة بالتأكيد مسألة أن أرقام البطالة النهاردة تصل من 13 وكسور إلى 7 وكسور ده أمر يعني بالتأكيد ليه مسببات كتيرة جداً ويمكن ده الدولة المصرية النهاردة حريصة على أن هي تنهض بهذا الموضوع وتحاول بقدر كانت أنها تقضي عليه قضاء كامل يمكن لو نظرنا لحجم المشروعات القومية اللي انشأت في مصر خلال الأربع أو خمس سنوات الأخيرة بالتأكيد ده كان له تأثير كبير لأن النهاردة أنت بتعمل استثمارات في مشروعات قومية كبرى هذه الاستثمارات تصل إلى عدة تريليونات الأرقام دي بالتأكيد بتفتح مجالات عمل كثيرة لولادنا ودي استوعبة الكثير والكثير يمكن إحنا طبعاً مع الأحداث الصورات العربية فجئنا طبعاً ببعض العمالة اللي كانت موجودة في الدول قريبة مننا أنها عادت مرة أخرى ففكر المشروعات القومية عاد هذه العمالة مرة أخرى للتشغيل بالتأكيد ده وصلنا لهذه الأرقام اللي إحنا مستمرين على أن إحنا نعمل على انخفاض هذه البدار الجزء الآخر يخص الوزارة يمكن إحنا من 2016 بدأنا خطوات جادة في مسألة ملتقيات التوظف ويمكن في البداية كانت قابلتنا بعض المشاكل لكن تغلبنا عليها وقدرنا نبتدي نشتغل مع فكر ولادنا وبناتنا الولاد مش عايزين دايماً نكون إحنا ظلمين ليهم ونقول لا ده هم مش عايزين يشتغل وده هم لا لازم يبقى في حوار بيننا وبينهم الولاد دول مليانين طاقة وهما أمل البلد في المستقبل فالحوار ده نتج من خلال الإعلام ومن خلال بعض الندوات اللي اتعاملت في الجامعات بالتأكيد ده أثر تأثير إيجابي في وعي ولادنا وابتدى يبقى فيه إقبال النهاردة بعد ما كنا ما بنحققش عشرة في المية تواجد من الفرص اللي موجودة في أي منطقة النهاردة بنتخطى أقل حاجة 65-70% وده أمر يعد أمر إيجابي بيساهم بقى معنا في القضاء على البطالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر